اشتركوا في القناة من هذا القرص المهم والرائع ان انا نزل لكم بعض المعلومات المجانية يعني عن هذا القرص ولكن تكون عامة للناس ومجانية للناس اللي هتكلم فيها الوقت ان شاء الله عن موضوع الاكل زي ما كل الناس عرفة ان الناس من يوم ربنا خلقها بتاكل نباتات وبتاكل لحوم ولكن عبر الازمنة وعبر العقائد والديانات وتم تحريم اللحوم في فترة وتم تحريم نوع معين من اللحوم ومع تقدم العلم الان ظهر فئة من الناس بتمثل في العالم ما نسبته من 1.5% الى 2.5% من سكان العالم بيسموا نفسهم فيجان او نباتيين دول يعتزلوا اللحوم ودول كمان فهم فئات اللي موافقين على اللحوم السمك ولكن اللحوم التانية لأ واللي رفضين اللحوم تماما وبياكلوا النباتات بس وكل سنة بيظهر في العالم الإسلامي في وقت عيد الأطحى نعارات وصيحات بتندد بموضوع دبح الخراف والماعز والبقر بحجة ان دي شيء لا إنساني وده عدم رحمة بالحيوان وده إنهاء حقوق الحيوان والحاجات اللي انت عارفينها دي بدأت تزرى السنة الأخيرة في حلقة النهاردة إن شاء الله هنجاوب على كل هذه الأسئلة اللي بتحصل واللي الناس بدأت تفكر فيها واللي بدأوا يشغلوا العواطف في حتة معينة هنعرف هل ينبغي أن تعمل تلك العواطف في هذه الأماكن أم لها أول نقطة يعني بداية الكلام بعض الناس ممكن ما تبقاش مقتنعة بالقرآن فيبصهم للحياة وهو اللي نزل القرآن اللي احنا بنتكلم به هو هو سبحانه وتعالى من خلق لكم الحياة بص للحياة وتأمل فيها وإنت تعرف الجواب لو إنت محتر قوي إنت الآن كإنسان خدت قرار إن إنت تتوقف عن أكل اللحوم طيب بص لبقيت الكائنات اللي هم يعتبر زي ما أنتوا بتسموهم في علوم الوراثة وفي علوم الطبيعة إخواتكو في الحياة بص لبقيت الكائنات هتلاقي إيه هتلاقي إن فيه أسود ونمور وفئات كتير من الحيوانات لا تعيش إلا على اللحمة بتاعت كائن وبيقتل الكائن يعني عين عينك كده وبيأكله مباشرة طيب إن كانت الطبيعة مصممة على مبدأ الرقفة اللي أنتوا بتحاولوا توصلوا له وعلى مبدأ الأخلاق فتصبح كل الأسود وكل النمور وكل الطيور الجارحة ويعني مئات وآلاف الكائنات تصبح تلك الكائنات عار على الأخلاق والإنسانية إن كان المبدأ بتاعكو صحيح لا ومش بس كده ميزان ربنا سبحانه وتعالى في الخلق إنه خلى كائنات بتاكل النباتات وكائنات بتاكل اللحوم ده أمر فطري مفيش إنسان عاقل يقدر ينكر الأمر ده الأسد لو مكلش اللحمة يموت وطبعاً أنتم ما تقبلوش بالموت لأي كائن وده كائن أقول لا يعيش إلا بالعنصر ده ولكن الفكرة كمان اللي عايز أقولها مش بس إن فيه كائنات بتاكل اللحوم وده غصباً عن أي إنسان ده بأمر ربنا سبحانه وتعالى الأمر الثاني تعالوا بصوا من الغزالة والأسد قد الغزالة بتاكل نباتات وقد الأسد بيأكل الغزالة بيأكل اللحمة إيه الفرق ما بين الاتنين تلاقي إن الغزالة كائن خفيف ضعيف في استخلافها في الأرض مقارنة بالأسد الأسد اللي بيأكل اللحمة اللي بيأكل الغزالة أكثر قدرة على بسط سيطرته على منطقة معينة لما بيقف عليها من الغزالة ليه؟ لأنه آكل لحوم كإن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن الكائن اللي بيأكل لحمة كائن آخر قادر على بسط سيطرته على الأرض يبقى نقدر نفهم بشكل غير مباشر إن نسبة استخلاف الكائن وسيطرته على الأرض بتزداد مع قدرة الكائن ده على إنه يأكل ويتغزى من بقية الكائنات واللحوم وخصوصاً أكل اللحوم يبقى إذن الناس اللي خدت قرار إنها تمتنى عن أكل اللحوم بحجة إنها شيء لا إنساني أولاً بتخالف الطبيعة لو إحنا بنكلمهم بلغة الطبيعة يعني بتخالف قانون ربنا في الطبيعة نقطة الأولى نقطة التانية إنها بتضعف استخلافها في الأرض دايماً أضعف الكائنات في الأرض هي النباتات كله بيأكلها النباتات كله بيأكلها الغزال والحشرات والنباتات من أضعف المخلوقات على وجه الأرض وبالتالي هي كل الدواب والطيور بيأكلوا النباتات لما أنت تبقى نباتي فأنت بتنزل في مستوى القوة والتأثير والاستخلاف في الأرض لمستوى ضعيف يعني الإنسان اللي بيأكل نباتات بس والإنسان اللي بيأكل لحمة ونباتات طبيعي بيبقى عامل زي ورقة النبات وزي الأسد مثلاً أو أي كائن ورقة النبات ورقة خفيفة لينة الإنسان النباتي هيصبح مع الوقت خفيف ولين وضعيف أما الإنسان اللي بيأكل اللحمة وهنعرف الوقت شبهات موضوع اللحمة ده الإنسان اللي بيأكل اللحمة ده إنسان بيتمتع بالقوة لأنه بيمشي على قانون ربنا أنه يتغزى على كائن علشان يستمد قوة هذا الكائن له فيصبح مستخلف في الأرض اللي مش موافق على أنه يبقى خليفة الله في الأرض ومش عاجبه أنه يبقى كائن قوي يفرض رطه على الأرض ويعمر فيها يعيش بقى على النباتات ولكن يعلم أن الكائنات الأخرى اللي بتاكل لحوم هي اللي هتفرض وتبسط سيطرتها عليه مش بس كده إحنا الوقت هنشوف الشبهات اللي الناس دي بتقولها علشان نشوف هل عندهم حق في موضوع الامتناع عن اللحوم ولا ده عبارة عن الالتفاف والتواء لأجل أن يضعف الشيطان ويفكر الشيطان أولئك عن استخلافهم في الأرض ويبعدهم عن استخلافهم في الأرض أول نقطة أن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لموضوع أكل اللحوم ده خلق كائنات كتير بتاكل لحوم بما فيها النباتات تخيل تخيل إنسان يقدر يأكل لحوم قرر أنه ما عادش يأكل لحوم ويأكل نباتات أهو أنت تعرف بقى أن النباتات دي في منها نوع بيأكل لحوم عارف أنت النباتات اللي بتبقى عاملة زي اللي لها بق كده وبيدخل جواها الحشرة يعني بيدخل جواها كائن أهو كائن حي وتقوم تطبق عليه وتقوم تقفل عليه وتبدأ تمتصه وتهدمه بهذا الشكل تخيل نبات نبات بيتغز على كائن أخر يعني لو أنت عامل فيها رحيم قوي ومستخدم الرحمة والرقفة في محل غير محلها النباتات اللي أنت بتاكلها في منها أنواع بتاكل كائنات أخرى كائنات حية كمان مش بتاكل نباتات النقطة الإضافية أن حتى الطيور بتلاقي طائر في منتهى الإبداع والجمال شكل وصوت وبيأكل دودة بيأكل حاجات من الأرض زي الهدهد لما قال يخرج الخبأة من الأرض الهدهد اللي هو من أجمل الكائنات ومن أرقها عبارة عن كائن بيأكل الديدان والحاجات والحشرات اللي في الأرض اللي هي بتبقى حية أساسا تخيل إن لو كانت كل الكائنات بتاكل نباتات وما بتاكلش كائنات أخرى كان حصل تكدس كائنات في الأرض وكان هيحصل اختلال في توازن الأرض يعني الأسد اللي أنت لو شفت منظره هو بيأكل الغزالة بيبقى منظر صعب ولكن المنظر ده منظر التقويم منظر قيومية الحياة إن ربنا سبحانه وتعالى بيعدل أوضاع كل شيء لو ما كانش الأسد بيأكل الغزالة وفضلة الغزلان يحصل فيها فائد في العدد هيحصل اختلال في الطبيعة والأرض تفسد فخلق الله لأسد لا يأكل إلا هذا النوع من اللحوم وهذا النوع من الكائنات بيأكل كائن يعيش عشان يعيش يأكل كائنتان فده ميزان ربنا سبحانه وتعالى ربنا بقول والسماء أرفعها ووضع الميزان ألا تطغف الميزان وده ميزان واللي عايزين يبقوا نباتيين دول بيطغف الميزان طيب بالنسبة بقى للشبهات اللي هما بيقولوه يعني احنا عرفنا الوقت إن الموضوع أكل اللحوم ده شيء طبيعي في ميزان الحياة واللي مش هيأكل اللحوم هو اللي هيتاكل يعني احنا قلنا إن نسبة الناس النباتية في العالم من 1.5% إلى 2.5% وفق الويكيبيدي ولكن بيقولوا بقى إن في الهند بتزداد نسبة النباتيين إلى 40% في الهند نسبة النباتيين طلعت إلى 40% أما أصلا العقائد البوزية والعقائد الهندوسية محرامة أساسا اللحوم لأنهما شايفين الكائنات زي البقر وخلافو شايفين الكائنات عموما هي تكسيد لأرواح ناس قبل كده وبالتالي ده عقيدة دينية اخترعت فحرمتهم من إن هما يقربهم من أكل اللحوم حتى الدجاج نفسه كمان مش بيهمتنوا عنه ده محرم يعني بيحرموا أصلا وده عبارة عن تحريم ما أحل الله عز وجل وزي ما الثقافة البوزية الآن انتشرت في العالم وبقت اليوجا شيء طبيعي تلاقي أي حد بيعمل اليوجا أو أحد بيعمل القعدة دي هي ده أساسا أعدى المفروض إنها أعدى دينية ولكن هي بقت دخلة في ثقافة اجتماعية فبقت الناس بتعمل الكلام ده نفس الحكاية في تحريم الأكل اللحوم المفروض إنها عندهم دين ناس اخترعته ومع ذلك تتحول لثقافة اجتماعية في العالم ولكن دين الله سبحانه وتعالى اللي هو خلق الأرض وخلق الكائنات اللي هو أعلم بنا أعلم مننا بما خلقه بيقول لنا ناكل إيه وناكل إزاي ونتصرف إزاي في الميزان طيب مسألة برضو مهمة إنتوا الوقت بتقولوا إن إحنا مش عايزين ناكل حيوانات علشان ما نقصرش في البيئة ونضر البيئة عن طريق إن إحنا عاديين بناكل حيوانات لأن هما مفكرين يعني إن هما الإنسان هيخلص الحيوانات لما يعدي أكل لحومك طول الوقت أقول لك حاجة بسيطة جدا ده الفرق ما بينك لما تبقى مؤمن بالله وما بين إن إنت تبقى عايش في الحياة بطولها وعرضها من غير ما تبقى مولي وجهك لمن أتى بك إلى هذه الحياة إنت مفكر إن نفس اللحوم اللي إنت بتاكلها هي هي نفس اللحوم اللي الأسد بيأكلها لأن الجنس البشري هو أكرم جنس على الأرض فربنا نزله نوع معين من اللحوم خاص بهو يعني إنت ما بتنفسش الأسود أو الفهود أو النمور أو ما بتنفسهمش في أكلهم أنت ليك اللحوم بتاعتك ربنا سبحانه وتعالى أنزله شوف شوف أنزله ثمانية أزواج من الضقن اثنين ومن المعز اثنين يعني أنت عارف البقرة والجموسة والخروف والمعزة والإبل والحاجات دي أساسا اللحوم بتاعتها هي اللحوم بره مجال التنافسية بتاع بقية الكائنات يعني قبل ما الجنس البشر ييجي تخيل معاي الصورة دي كده قبل ما الجنس البشر ييجي قبل ما آدم ييجي ما كانش فيه بقر ولا خرفان ولا الكلام ده كان الأسود والحيوانات الأكلة للحوم لها يعني زبينها لها فرائسها فكرة أنه يبقى فيه بقرة وخروف والكائنات دي دي كانت متزمنة مع الإنسان واستخلافه في الأرض فلما استخلف آدم في الأرض ربنا أنزل له أنواع خاصة به ولذلك الأنواع ده هي ربنا تكلم بيقول أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وقال إيه بقى ودي اسمها الأنعام مش اسمها الدواب ولا الطيور لأن الغزالة والطيور اللي طايرة في السماء اللي هي بقى بيتغزى منها حيوانات أخرى في البرية وفي الأماكن المفتوحة دي برى الموضوع اللي ليك بقى اللي ربنا نزلهم لك أنت عشان تقطات منهم أنت والجنس البشري بينقسين اسمهم الأنعام ودايما بيقوا معاك ونسبة وسبحان من خلق هذا الأمر نسبة إدراك وزكاء الأنعام أقل بكتير من بقية الحيوانات التانية يعني الغزالة ومش عايف إيه والإيه والإيه كل الحيوانات دي اللي عايشة مع بعضها واللي هي موزنة بعضها البعض عندها نسبة إدراك وزكاء تحس بالخطر ولا تؤثر ودايما عايشة في حرية إنما لما تجي تشوف البقرة والخروف اللي هم مخلوقين ليك عشان تاكل منهم أصلا وتقعد بقى تحرمهم على نفسك بحجة إن انت عامل فيها إنسان رحيم وربنا الرحيم هو اللي منزلك دول الأنعام دي أساسا نسبة إدراكها وزكاءها أقل لأنها متصممالك فهي ما عندهاش الإدراك والوعي اللي يهرب منك ما تشوفش البقرة أو الحمار أو الحاجات دي تهرب من أصحابها لأن دي اسمها أنعام ربنا بيقول عن الأنعام خلقها لكم يشوف الأنعام خلقها لكم إنما الدواب والحاجات التانية دي دي لميزان الأرض الهدود والطيور ومش عايش في إيه وإيه وكل الكائنات دي دي ميزان الأرض نفسه والأرض وضعها للأنام فلما أنت تحرم على نفسك الفرخة والدجاجة والسمك والبقرة والخروف بحجة أن ده هيدر بميزان الطبيعة لا ده أساسا ما خلقه لك أنت ثانيا الأسد مش هيجي ياخد الخروف بتاعك أو البقرة بتاعتك الأسد أساسا لوء الفرايس بتاعته فأنت مدخل الإحبال في بعضها بالطريقة دي ربنا بيقول الأنعام خلقها لكم لكم فيها دفء طبعا أنت مش هتتدفى بالغزالة ولا هتتدفى بالحمر الوحشي ولا هتتدفى ربنا خلق لك كائنات لك والكائنات دي بتتكاثر ويفضل يكل منها ويعيش عليها أو على لبنها أولاد آدم وبني آدم فإزاي بقى فئة من بني آدم تظنوا ظنون بر منهج ربنا في الأرض وفي الكون خالص فيحرموا على نفسهم اللحم دي ربنا بيقول والأنعام خلقها لكم لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وفيه بقى فئة منها بتركبوها وتبلغوا بها مسافة إلى بلد لم تكنوا بالغيه إلا بشق الأنفس يعني دي اسمها الأنعام اللي بتطلع منها بالأكل وبتطلع منها بالدفء وبتطلع منها بالركوب اللي الإنسان بيركبها الفئة دي مخلوقة للإنسان يعني لو إحنا شلنا الإنسان من على الأرض شلنا الإنسان شلنا آدم وبني آدم هيتشال معاه البقر والخرفان والحصنة والحمير والكلام ده كله والماعز كل دي يتشال معاه والفراخ والكلام ده كل ده يتشال معاه لأن دول تبعاته وهتفضل الأرض بالأسود والنمور مش عايف إيه وإيه وإيه كل ده عاملين ميزانها دي حاجة ودي حاجة وبعدين إن ما كانش عاجبك دي بص لدول هتلاقوا موزنين بعض فدي ميزانك أساسا فضلا عن إنك لن تستطيع إنك تتمتع بالقوة الجسدية إلا لما تاكل اللحوم دي وغير كده وكده وكده ربنا سبحانه وتعالى فرق للكائنات اللي على وجه الأرض اللي بتاكل لحوم ما بين يعني اتلاقي مثلا بعض من العقاب والنصور بيأكلوا الجسس الميت دول بيتغزوا على الجسس دول مش هيجوا الكائن حي دول بيستنوا كائن ضعيف أو بيموت ويأكلوا خلاص مش هيخشوا بقى على كائن حي زي الأسد الأسد بيروح يجيب الكائن ومش بيجيب أي كائن بيجيب الكائن الضعيف يعني بينظف السلالة بتاعة الغزلان مثلا يعني ده ميزان ربنا فحتى دول ربنا سبحانه وتعالى قال لك فردا لو أسد استاد فريسة والفريسة دي انت ممكن تاكل منها استاد غزالة ولا أي حاجة وانت ممكن تاكل منها تخيل دي لحمة الأسد دي اللحمة للأسد اكتهد عشان يجيبها ما لكش تاخدها ربنا قال لك إيه إنه حرم الميتة والخنزير وإلى آخرة وما أكل السبع ليه اللحمة بتاعت السبع دي بتاعته دي ساعيه فما ينفعش تخش في ميزانه وما أكل السبع ما تخشش فيه إنما إلا ما زكيتهم يعني إلا بقى لو اللحمة دي انت خدتها وزكيتها ونظفتها وخلاص ابتعد عنها القطيع اللي بيبصلها بتاعة الأسود أو بتاع فممكن تاكلها في حالة دي الفكرة من الموضوع إن اللحمة اللي انت ما جبتهاش بتسخير ليك مباشر وفيه حيوان تاني جابها ما تدخلش فيه تخيل إن أحد اللحوم المحرمة لحمة السبع ربنا سبحانه وتعالى قال قلق عن الأنعام وبين قصيم بنقول إن اسمها الأنعام الأنعام ربنا بيقول وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم لكم أيها يا بني آدم تقوموا تقولوا لأ الأنعام مش عارف إيه بتاع وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه يعني حتى اللي في بطن النعام اللي في بطن الأنعام من لبن البشر بياخدوه والدجاج البد بتاعه البشر بياخدوه وده لا يؤثر على ميزان الطبيعة بأي شيء الشبهات اللي بيعرضها النباتيين شبهات يعني تكد تكون شبهات هشة زي فكرة إن الإنسان يبقى نباتي دي أصلا فكرة هشة إنه هو يعد يأكل نباتات والنبات أصلا هش فهو الأفكار كمان بتاعتهم بتبقى هشة إزاي يقول لك مثلا ميزان الطبيعة قدين عرفنا هون ميزان الطبيعة إن ربنا أنزل أنعام مختلفة عن الميزان التاني قد نقطه يقول لك إن ده في بقى شوبها تانية ممكن نتكلم عليها حقيقة إن هم يقول لك إن أساسا اللحوم اللحوم الوقت بقت مهرمنة بقت في مليونة هرمونات وبقت بتعمل معاملة سيئة وبالتالي اللحمة دي أنا مش أنا هقطعها علشان فهز تغلال تجاري وبتا دي شوبها ولكن الشوبها دي ما ينفعش بيها تحرم جسمك من اللحمة يعني بدأ من أنت زي ما أهل الكهف قالهم فلينظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما يشوف أزكى طعام بدأ من أنت تنفذ الأمر ده وتشوف أزكى لحمة تشوف أنضف لحمة تشوف أصح لحمة تجيبها منين بدأ من ما تعمل كده تقوم تقطع اللحمة كلها تقوم تقطع الأسماك والطيور واللحوم والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لك فيبقى أنت اللي بتخسر وقوة جسمك هتقل بحجة إنها لحمة ملوثة أو لحمة بيزة أو أنت طبعا من التقوى أنت ما تكلش لحمة بيزة ولا لحوم لكائنات اتعاملت بمعاملة سيئة وما كان شوفها إحسان ده النبي حتى قال لما تجوا تتباحهم أحسنوا الذبح يعني ده فيه أبقار بيتباحوها بطريقة في منتهى السوق وفي منتهى المعاملة السيئة وبالتالي أنت لما تتطقي أنك ما تاخدش من اللحمة ده نوع من التقوى ولكن أنك ما تاخدش أصلا لحمة أساسا ولا تدور على الحاجة الكويسة وتكلها يبقى ده في حد ذاته نوع من الطغيان في الميزان ربنا بقوله ألا تطغوا في الميزان من أهمية اللحمة من أهمية اللحمة للإنسان ربنا سبحانه وتعالى عمل لها موسم سنوي اللي هو بقى مش عجبه يعني تخيل إنسان فقير بيقعد فترة طويلة من عمره من السنة يمكن يأكل اللحمة كل فين وفين أو بيشمها بس من أهمية عنصر اللحمة من أهمية عنصر اللحمة التقيلة للإنسان ربنا جعل لها موسم سنوي على الأقل على الأقل الإنسان الفقير بيأكل لحمة كويس قوي لمدة في السنة مرة تخدمه وتخدم كسافة جسمه بقية السنة اللي هي موسم عيد الأضحى لما ربنا سبحانه وتعالى قال اتباحهم هو ربنا سبحانه وتعالى قال بعد موسم الحج إن يجب إن هم يوضحوا ويذبحوا الزبائح دي بس الزبائح دي مين اللي بيأكلها بيأكل منها الإنسان جزء وبيوزع على الفقراء ليه الفقراء؟ لأن الفقراء دول محرومين من ثمن اللحمة من إنهم يجبوه تخيل الفقير ده ممكن يعد شهور طويلة ما يكلش لحمة ده يصيب بالوهن ده يصيب بالضعف وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل موسم اجتماعي وديني وعقائدي هذا الموسم مرتبط باللحمة علشان أولئك الضعاف المستخلفين في الأرض ولكن ضعفاء لابد ومجانا لو هما ما بيكلوش اللحمة طول السنة بفلوس يبقى مجانا يكلوا اللحمة في الموسم ده على الأقل مرة في السنة لمدة بقى أسبوع لمدة شهر يبقى عندهم لحمة يكلوه ليه؟ لأن ما ينفعش ما ينفعش الإنسان ميزانه في الاستخلاف في الأرض لن يصح من غيرها وده أمر ربنا وقانون ربنا وشريعة ربنا اللي بيعمل لنفسه شريعة ويقول لك أنا هخرج من السيستم ده في الآخر هيخسر آيات ربنا في الأرض ولا هيبقى له تأثير ولا كلمة ولا حتى يفرض إرادته ولا أي حاجة يبقى مستضعف في الأرض فمن أهمية الموضوع ربنا جعل له موسم ديني سنوي طبعا بقى بييجي على رأس الموسم ده كل سنة يطلع الناس يقول لك حرام عليكم بتعملوا مذابح يعني بتعملوا مذابح دي أشبه بإيه مثلا إن الإنسان يمسك الأسود كلها في العالم يقوم إيه قتلة في تنقرض الأسود هنا تقول ده عمل مسبحة هنا دول ظلمهم إنهما مسكوا فئة مسكوا جنس من الجنس المخلوقات وأبدوه دي تتسمي مسبحة يمسكوا مثلا الغزلان في العالم كلها يبيدوها أو في بلد يمسكوا مش عارف الطيور وده في دول من الدول الغربية عملت الكلام ده عملت الكلام ده في نوع من الطيور وانقرض ونوع من شعارك من إيه وانقرض يجو بقى للمسلمين اللي هما لا بي يقتلوا حيوانات ولا بيعملوا حاجة في موسم ديني مرتبط بإطعام الفقراء الضعفاء لللحوم يجو يقولوا لهم أنتو بتعملوا مسبحة طب سؤال لو دي كانت مدبحة ليه الخراف والبقر والقبل ما زالوا مستمرين إلى الآن والمسبحة دي على حد تعبيرك بتتعمل من من مئات السنين يعني لو في مدبحة زمانتو بتسمو اتعملت في حق حيوان معين خلاص انتهى الحيوان ما عادش موجود إنما كل سنة بيعملوها في الخرفان وبتفضل الخرفان موجودة السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها وسنة ليه لأن دي أنعام والأنعام ما بتخلصش والأنعام مع ملالك أساسا فهما بيتبحوا منها ويعملوا منها عدد والناس منها بتأكل ومع ذلك هي ما بتخلصش لأنها أنعام هي نزلت وتفضل موجودة ببقاء الإنسان على الأرض لو كانت مذبحة كما يسميها أصحاب القلوب الرقيقة ما بيسموها لو كانت الأنعام دي لو كانت دي مذبح كانت الأنعام دي انقرضت من أيام آدم ومن أيام إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم وانقرضت من أيام موسم الحج ويبقى كل موسم حج بيقضي ما فيش الكلام ده ما حصلش لأن أولا دي مش مذبح كما يسميها أولئك يعني هما بيسيبوا بقى المذبح اللي بتتعامل في حق إنسان يعني فيه مذبح بتتعامل في حق بشر وفيه مذبح بتتعامل بإسم مصانع فيه مصانع الآن في العالم بتخش تجري في الطربة تقطع عدد من الأشجار مهول بحجة إنها مصنع تلوس الأرض تقتل الأسماك في البحر بالصرف اللي بتعملها كل المذبح دي سكتين عليها اللي هي تتسمى مذبح وإفساد في الأرض سكتين عليها تماما ويجو على موسم ديني بيتعامل فيه عبادة لله وعن طريق إطعام الفقراء فأطعموا منها ربنا بقول أطعموا منها البائس الفقير يعني البائس الفقير دا اللي بقى فيه بقس وبقى فيه وشه ناشف وبقى بائس ونحيف ما عندوش قوة جسدية للحياة أطعموا منها بتيجي انت تقول لا مش أطعموا منها طب ما انت الوقت ما انت بتظلم يعني لما انت تقول آه يعيني على الخروف وتيجي على الإنسان البائس اللي محتاجه يتغزى ده وتيجي بقى على آلاف الأصناف اللي المصانع والتكنولوجيا الآن ضمرتها في المية والطيور اللي بالأدخنة ماتت على أشجرها وآلاف الكائنات اللي تعمل في حقها مذابح كله من سكات محاش بتكلم عليه وبيتسمى بقى مصانع وتكنولوجيا وتقدم وحضارة ويجوا عند حاجة قدرها الله لمصلحة الفقراء والضعفاء وقل لك على مذابح أدى الإنسان المتناقض اللي بيبعد عن ربه واللي بيخالف سنة ربه في الخالق وسبحان الله عز وجل فدي لا يمكن أبدا أن تسمى بهذا الوصف واللي هي يعني يعني الناس اللي بتمتنى عن اللحوم دي سبحان الله اللي هي أغلبها في الهند اللي هي عندهم تحريم لللحوم بيحصل عندهم حاجة في الميزان الميزان لازم يتوزن بتلاقي إن هناك كائنات الأكلة لللحوم بدأت تاكل بشر مش بنسمع كتير كتير عن حوادث إن تمساح وأسود ونمور أكلوا الناس كلها في الهند أغلبها يعني في الهند شمعنا لأن الميزان بتاع المجتمع هناك اللي قطع اللحمة بأكلهم نباتيين ده ميزان ضد ضد الطبيعة وبالتالي عشان ينتبهوا له ربنا بيوريهم آكل اللحوم يجلهم يكلوهم ما هو أنت يا إما تبقى إنسان قوي مستخلف في الأرض وتأكل الأنعام اللي ربنا نزلهلك فتبقى مالي مكانك ما فيش أي كائنة هيقرب منك يا إما تعمل فيها ود بتاع بافتة وقلبك زي البافتة والحنية وبتاع بحجة العقائد البوزية والعقائد الهندوسية وإنت اللي مقالف الحاجات دي وأجدادك فتلاقي يا ربنا اللي وزن الطبيعة يبعت لك الكائنات دي كل شوية بحوادث متكررة بعدد كبير عشان يقول لك مش أنت مش ناوة تاكل لحمة خلاص ده هياكل لحمة بس هيكل لحمة مين لحمة الإنسان فاخد بالك ده ميزان في الآخر ومين اللي حط الميزان ده القيوم عز وجل فإحنا ما بنهزرش والحياة ما بتهزرش ولو أنت مكلتش لحمة هيجي حاجة تانية وبعدين تعال هنا أنت كمان أنت الآن لما الإنسان بيموت إيه اللي بيحصل فيه بيتكل البكتيريا والكائنات الدقيقة اللي بتقعد تحلل الجسم يعني بيتكل والديدان هو بيتكل هو ده سنة سنة ربنا في الخال أن ما فيش حاجة تدوم بهذا الشكل وأنه كل حاجة بتتغذى على حاجة علشان يبقى المكان لكائن آخر ييجي فيه طبعا الموضوع ده يعني موضوع للنباتيين والنباتات واللحوم كان مستورد في الحقيقة من كورس لسه عامله لسه عامله النهاردة لسه طازل كورس ده ما عملناهش قبل كده خالص اللي هو الشفاء بالأسماء الحسنة الشفاء إزاي صحتك وتتشافى من من الأمراض وتفهم أصلا الأمراض بتكي إزاي وبالأسماء الحسنة لأن وردتنا أسئلة كتير يا ترى الأسماء الحسنة أكررها علشان أتشافى من مرض ولا أقولها كذا مرة ولا أعمل إيه عشان أتشافى بالأسماء الحسنة السؤال ده كان وردنا يعني بطريقة سنين وهو بيرد السؤال ده فبصراحة جمعت الموضوع ده كله في ساعتين كورس ساعتين من الكورسات فئة المتوسطة للفئة الصغيرة على الموقع أمينصبر.net علشان تتعلمهم كيفية الاستشفاء بالأسماء الحسنة طبعا أنتوا عارفين إن فيه موضة منتشرة الوقتي اللي هي الشفاء بالطاقة اللي هو اسمه الشفاء الزاتي الطاقة الحيوية والشفاء الزاتي الطاقة والشفاء بالنفس يعني الشفاء بالذات وحتى فيه كتاب اسمه إيش في نفسك بنفسك لأحد مختص الطاقة شوف خلاص الموضوع ده ربنا بيقول إيه علشان سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم اللي فاهم وعارف وإذا مرضته فهو يشفين يبقى منين الشفاء الزاتي لأ هو المرض زاتي أنا اللي بقى بعمل حاجة جواه بمرض ولكن الشفاء مش زاتي مفيش حاجة اسمها الشفاء الزاتي أنا لا أشفي نفسي أنا أمرض نفسي لكن لا أشفي نفسي في بقى أسماء حسنة متواصلة مع الله هي دي اللي من خلالها بنجيب الشفاء أو إذا مرضته فهو يشفي زي اسم البارق زي اسم القيوم زي اسم الغفور زي اسم أرحم الرحيمين مجموعة من الأسامي شرحتها في الكورس عن إزاي تستعملها وبالتالي تجيب بيها الشفاء وكمان الوقاية يعني لو أنت ما عندكش أي مرض ضروري برضو أنك تبقى عارف الأسماء دي ازاي تبقى موجودة علشان ما يجيش أي مرض أو ما يكبرش أي مرض أو ما يتطورش أي مرض ده كله كان عبارة عن الشفاء عبر الأسماء الحسنة كورس مهم جدا ويعني عملناها بشكل متوسط للناس علشان يبقى يعني فرصة إنهم يحضروا الكورس ده ما تنسوش باقي معنا الوقت شهرين أقل من شهرين ونص وندخل إن شاء الله في دورة الطريقة أكبر دورة بنعملها واللي هنجمع فيها كل أصول المعلومات والكورسات الصغيرة دي ما هي إلا أشياء ممهدة فاللي عنده القدرة والاستعداد والوقت إنه يشوف كورس الطريقة يشارك معنا واللي ما عندوش موجود على الموقع الكورسات الصغيرة اللي هي بتناقش موضوع بموضوع أشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة